صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 16 لسنة 2016 بإشاء صندوق الملكي لشهداء الواجب وجاء في الأمر الملكي أنه ينشأ صندوق يسمى الصندوق الملكي لشهداء الواجب يخضع لإشراف هيئة عليا برئاسة ولي العهد ويتبع هذا الصندوق الديوان الملكي ويقوم الصندوق بتقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد من خلال صرف بعض التعويضات والاستحقاقات إضافة إلى ما تقوم الجهات المختصة بصرفه من مزايا ودون المساس باستمرارية صرف تلك المزايا ويتم تحديد المبالغ المصروفة للمستحقين عن الشهيد بقرار من الهيئة العليا للصندوق كما جاء في الأمر الملكي أنه تشرف على إدارة الصندوق هيئة عليا تشكل من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء يصدر بتعيينهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس الهيئة ويكون للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وعلى وجه الخصوص رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الصندوق ووضع النظم الكفيلة بضمان تنفيذ الغرض من الصندوق ووضع الهيكل التنظيمي للصندوق وإصدار اللوائح في المسائل المتعلقة بسير العمل فيه واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق والنظر بالتقارير الدورية التي تقدم من مدير الجهاز الإداري اشتركوا في القناة